السلام عليكم إذا كنت تبحث عن كيفية إخفاء الصور في هاتف سامسونج بدون برامج فأنت في المكان الصحيح كل ما عليك هو مشاهدة هذا الفيديو إلى النهاية ولا تفوت منه أي لقطة لأنه مهم سأقوم بالتوجه إلى الأستوديو أستوديو الصور والفيديوهات ثم بعد ذلك من هنا في الألبومات أو الصور كما تشاء مثلا أنت تريد نقل ألبوم بالكامل فيه مثلا ستة صور أو أكثر أو أقل مثلا سأقوم بتحديد أنا هذا الألبوم أولا سأدخل إليه كما تشاهدون هذه الصور الموجودة فيه سأقوم بدغط مطولة عليه ثم سأضغط من هنا على ثلاث نقاط الموجودة بالأعلى ثم سأضغط من هنا على النقل إلى المجلد الآمن سأقوم بإدخال نمط قفل المجلد يقول لي جاري نقل العناصر إلى المجلد الآمن الآن ستسألوني أين سأجد هذا الملف أو هذه الصور التي قمت بنقلها إلى المجلد الآمن قم معي بالخروج كليا من هنا ثم ابحث عن المجلد الآمن والدخول إليه لكن إذا لم يكن لديك هذا المجلد فأنا لقد شرحته في فيديو سابق كيفية إنشاء هذا المجلد سأتركه لكم في نهاية هذا الفيديو وأنا لا أنصحك باستعمال أي تطبيق آخر سوى المجلد الآمن لأن تتيحه لك سامسونج وهو آمن مئة بالمئة فلا تستعمل أي تطبيق آخر فالتطبيقات الأخرى غير آمنة لذلك تابع الفيديو إلى النهاية وستجد فيديو حول كيفية إنشاء هذا المجلد سأقوم بالدخول إليه ثم بعد ذلك سأدخل هنا النمط نمط الذي أنشأته لهذا المجلد ثم بعد ذلك سأتوجه مباشرة إلى الأستوديو وهنا سأجد الملف أو الصور التي قمت بتحويلها إلى المجلد الآمن سأدخل إليها كما تشاهدون هذه هي الصور التي قمت بنقلها فمثلا إذا كنت أريد استرجاع هذا الألبوم أو هذه الصور إلى الأستوديو الخاص بالهاتف الخاص بنا سأقوم بالضغط مطول عليه على هذا الشكل ثم سأضغط على ثلاث نقاط بعد ذلك سأضغط على النقل من المجلد الآمن يقول لجالي النقل تم نقل ستة من العناصر سأتوجه إلى الأستوديو الخاص بهاتفي وسأجد المجلد لقد تم استعادته هنا سأدخل إلي هذه هي الصور التي قمت باستعادتها وإلى هنا نقوم قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو فلا تنسى مشاهدة هذا الفيديو الذي يظهر أمامك حول كيفية إنشاء المجلد الآمن وأراكم في الفيديو القادم والسلام